وزارة الشون أم محمد هلا دكتور هلا أم محمد شونك ما عالي الوزيرة اللي يطول بعمرتش يعني أنا مادي هالمآسي صجد بتصير في الكويت مادي من بعض المسؤولين مواطنة في غيبوبة من 11 ع السنة و14 شهر وزارة الشون ممثلة في الرعاية الاجتماعية تصرف المسلزمات الطبية ومنها الفوضة الصحية لنقصد فيها الحفاظات هذا الشخص زوجها راح يستلم لأنه يقوم في واجباتها الله يزاق خير زين في زوج الله يعطيه العافية وأنا ما بي إلى مداخلة على أساس ناشتش يا محمد تم إيقاف صرف هذه المسلزمات الطبية ومنها الحفاظات هذا الشارع هذا الشارع وهذا تكلف ميزانية على رب والإسرى خاصة أن يقوم فيها ليش يا محمد ممكن تسألين عن هذا الموضوع وتهتمل فيه هذه القضية إنسانية وما زلت أقول لك المعاملات أنا يمكن عندي يعني سمعي محمد قضية تأخير المعاملات في الهيئة الإعاقة ذو الاحتياجات الخاصة يوم محمد سألتك خمسين مرة مرة يشوفي بنفسك مال تشغل في المسؤولين اللي تسمعينهم يوم محمد مرة يشوف المآسي اللي قاعدة تصير هناك سمعي إحدى الرسال بعد ويليت اللي عندهم إعاقات يواجهون تأخير صوروا لما تروحون يا جماعة صوروا صوروا اللي قاعدة سنة اللي يصير هناك داخل ذو الاحتياجات الخاصة وبعثوا لنا هالفيديو خلوا محمد تشوفي أنا قلت روحي يا محمد روحي روحي يشوفي بنفسك والله رح تتفاجئين بأمور وزحمة وسمعي للشكاوي أبي مزير وزير بالكويت يروح يزور ويشوف الناس في واحد ينزل من كرسي يبقى كل العالم يروحون للمرضى يروحون للناس يزلون للشوارع ايش فيكم ايش مضايقكم شنو هالمسؤولي حاسب المسؤولي اللي قاعد ومسكر بابه مراضي يبطل للباب اشتبونا يزوي كل بيبان المسؤولين بالدولة مسكرة ما حين يبطل بابه يقولي واحد من الاخوان راح يقوزير يقول راجعنا بعد شهرين ايش دعوان ايش مقابل مقابل لترامباني منو مقابل مو حقش محمد اقول حق بعض المسؤولين سمعي هذا الشك السلام عليكم بالنسبة للمعاقين انا ارعى معاق والاعاقة منذ الولادة ودائمة وشديدة وكل ما بغيت اطلع شهادة تكليف برعاية معاق يطلبون لجنة شوفوا لجنة اعاقة شديدة دائمة لجنة وروحه تعالو واخذ مواعيد بالاسابيع وهي المفوض ما في لجنة لانها دائمة وشديدة واخر شيء انا كنت انطلعة شهر عشرة 2016 شهادة تكليف رعاية معاق وحبيت اجددها لانه قاعد اسوي اوراق تقاعدي ولان الجهة العمل مع التمن يبقون شهادة يديدة معنى ما يطلبون لانه حسب الاعاقة ما تحتاج جديدة ولما رحت للهيئة علشان اطلع شهادة بتاريخ جديد والمفوض بس طباعة جديد وتوقيع وختم قالوا لي يمكن ما توقع وتاخذ وقتها وجراد معقول يام محمد مره بسئلة وشوف البلاوي شوفي يام محمد مشكورة تيش العافية